بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لحالات تسادات الديون في الواحدة الرابعة احنا خدنا الحالة الاولى لو انا مبكر الحالة التانية لو انا متأخر الحالة التالية جبت لك تاريخ في النص بعض المبالغ تأخرت وبعض المبالغ جت مبكرة وحلت بطريقتين وانا افضل الطريقة الاولى في الفيديو السابق لانها اسهل في الحال الحالة الرابعة انا ذكرتها في اخر الفيديو السابق ان هي ازاي انا اسدد بعدة ديون مش بسدد كل المبالغ بايتين واحد متأخر او باقي لا هسدد بعد الديون فهنشوف ايه اللي هيحصل ولما لاقي الاخباطة بقى مش عارف احسب مين اتأخر ومين بدري يبقى ألجأ الى القعدة العامة ونطبق على طول بمثال يفدنا في هذا الموضوع شركة مننا طلال لتجارة السيارات مدينة بالمبالغ القتال الحمد لله جاي اللي بالشهورة هي 40 ألف بعد 4 شهور 8 شهور 9 شهور دي المبالغ اللي عليها المفوض ان انا بقرر بقى اسدد المبالغ دي اسويها بطريقة اخرى بدل اللي هي اصلا ده القديم ده الشغل القديم اللي انا كاتبه على نفسك ككنبيالة او ورقة تجارية يعني فاذا ارادت الشركة استبدال وتسوية الديون بدينين بقى اه يعني مش دين واحد زي كل مرة دي مسألة جديدة شوي بدينين متساويين يعني هدفع نفس المبلغ مرتين طلبت من الشركة كده بدل ما جيلك 3 مرات انا هجيلك مرتين المرة الاولى هجيلك بعد 6 شهور والتاني هجيلك بعد سنة يبقى دي مدة المبلغ الاول ودي مدة المبلغ التاني لانا بدل ما جيلك 3 مرات هجيلك مرتين هجيلك بعد 6 شهور يعني هنا كده الجديد خلينا بقى نكتب الجديد هنا بعد 6 شهور وهجيلك بعد سنة يعني هنا بعد 12 اربعد دي الله يعني هنا فيه مبلغ متأخر وفيه مبلغ بدري ومبلغين متأخر يعني لغبطة تحس كأن Конن الدين اتلغبطت لو حصل الكلام ده في المسألة وبقى عندي أكثر من طريقة لسداد الدين الجديد بقول لي اوجد القيمة الاسمية لكل من الدينين ألجأ على طويل إلى القاعدة العامة لأنها أسهل حاجة بس القاعدة العامة فيها ميزة إن ما بيجيب اللي هي لتقول لي إيه الديون القديمة أو القيمة حلية للقديم تساوي القيمة حلية للجديد بس عايزة شوية جبر زي ما أنت عارف المادة دي محتاجة احترافها شوية في الجبر القديم مستو إن أنا باخده على المدد القديمة بتاعته والجديد على المدد الجديدة بتاعته تعال نشوف الحل ونطبق القاعدة أدي كان عندي بعد 4 شهور مبلغ 8 شهور مبلغ 9 شهور مبلغ رح تقول لا 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 أنا هجيلك بعد 6 وبعد 12 شوف المبلغ ده متأخر وده بالنسبة لده ده كده متأخر وده جد أخر وده تأخر تمام كده طيب إيه أنا هسددلك بالدينين وممكن أقول إيه ده يرجع هنا حلاقي نفسه متلغبط مش عارف أسدد كله قدام ولا أرجع مبكر يبقى كده فيه لغبطة يبقى أطبق على طول القاعدة العامة لتسوية الديون نحسب القيمة حلية للديون القديمة بتركة النمر أو كل دون اللي واحدة ما فيس مشكلة طبعا بنفس المدد هنا بدون تغيير لأني بحسب القديم مدام لجأت للقاعدة العامة أحسب بدون تغيير المدد 40,000 في 4 80 في 8 50 في 9 أجيب المبالغ دي يبقى عندي مجموع النمر أهو وده مجموع القيمة الأسمية اللي عليها لهم 170,000 طبعا مجموع النمر ده موجود عندي في الفصل الثاني في غلوق قيمة حلية قيمة حلية الدون القديمة برضو مجموعة قيمة اسمية ناقص مجموعة الخصومات يبقى مجموعة الخصومات اللي هي القانون بتاع مجموع النمر أقسم المعدل على 12 واضربه في مجموع النمر وأطرح الكلام ده كله أقول 170,000 ناقص الكلام ده كله يديني 160,625 دي مين دي؟ دي قيمة حلية الدون القديمة بنفس المدد القيمة حلية للدون الجديدة بقى أنا هدفع مبلغ معرفوش اسمه X بس بعد 6 شهور وهدفع مبلغ معرفوش برضو بس يساوي المبلغ الأولاني لأنه قال لي إيه هسدد بدينين متساويين يبقى اللي اتنين اسمهم X و X ما سميش ده X1 و X2 لأنه قال لي دينين متساويين بس ده بعد 12 شهر حلو أعمل زي المسألة فاتت أضرب X أضرب كل مبلغ في مدته يبقى ده 6X وده 12X يبقى ده 18AX ومجموع القيمة الاسمية X و X يديني 2X يبقى أطبع نفس القانون اللي طبقته في القديمة أطبعه على الجديدة يبقى أقول إيه مجموع القيمة الاسمية اللي هي 2X ناقص مجموع الخصومات اللي هي المعدل على 12 المبلغ برضو اللي هنا اللي هي مجموع النمر 18X هخلص ده على الأل حسب هيديني رقم اللي هو 1 هيديني 1 و 8 من 10 تقريبا ضرب إيه X ده الجديد الله طبعا أنا هجيب X منين ما أنا عندي قاعدة ظريفة جدا بتقولي القديم بيساوي الجديد يعني أساوي المعلوم ده باللي فيه مجهول ده ها دي المسألة هي يبقى الديون القديمة تساوي الديون الجديدة أساوي الجديد اللي فيه المجهول بالقديم اللي فيه رقم طبعا خصبا أنت ما فوتت بقى حريف دلوقتي في الجبل مدام المجهول مضروب في الرقم يبقى أقسم البعيد على القريب من المجهول يديني 86126 وحيث أن الديون متساويين فإن كل دين لا طبعا ده الـ X ده الـ X الوحده يعني أنا هسدد كل مرة أنا بدل ما هروح للراجل 3 مرات أنا هروح له مرتين بديون متساويين هدفع كل مرة 86126 لأن جبت X منه بالـ X التانية أدها على طول وكده الحمد لله خلصت الوحدة الرابعة خدنا فيها كذا حالة حالة المبكر كانت أول مسألة أو أول فيديو حالة المتأخر قلنا المبكر بنستخدم القيمة الحالية بتسوي S أسهل من النمر لو تحب لكل مبلغ بالمدد الجديدة المتأخر برجع للـ S في 1 زائد I في N برضو بالمدد الجديدة أو أن أنا أجيب تاريخ في الوسط يبقى فيه ناس بجيب بقى القيمة حالية للدين الجديد على طول للدين الجديد بتساوي جملة المتأخر زائد قيمة حالية للمبكر ده اختصاراً بس لكل القصة يعني لو جالي بقى عدة ديون زي المسألة الأخيرة دي يبقى ألجأ للقاعدة العامة على طول اللي هي القديم يساوي الجديد عايز تلجأ للإدنمر ماشي عايز تلجأ للقانونين دول ماشي وإن شاء الله نلتقي في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته